في الفيديو السابق تحدثنا عن المقاومات وهي على التوالي والآن لنرى ماذا يحدث وهي على التوازي حسناً لنختار لون جديد اللون الجديد هو الأرجواني هذه البطارية موجب وسالب وهذا هو الموصل المثالي وهذا الموصل المثالي ومن ثم لدينا هنا تفرعات ولدي مقاومتين هذه المقاومة الأولى وهنا مقاومة أخرى مقاومة أخرى لنفرض أن هذه المقاومة هي R1 وهذه المقاومة هي R2 وأكيد المتعرف عليها أن التيار يسير من الموجب إلى السالب لكن نعرف أن الإلكترونات تجريف في الاتجاه الآخر وسأظل أكرر ذلك لأنه من المهم أن نعرف ماذا يحدث حقيقة وما المفروض أن يحدث حسناً في الفيديو السابق عندما يكون لدينا أدوات أو مركبات على التوالي أي مقاومات على التوالي والتيار في الدائرة الكهربائية بإكمالها هو ثابت لكن لنفكر ماذا يحدث هنا لدينا هذه الإلكترونات لنفكر بها إذن الإلكترونات ستتفق بهذا الاتجاه بمعدل معين وهنا سيكون أمامها خيار إما أن تسلك هذه الطريق في الأعلى أو الطريق هنا في الأسفل إذن إذا فكرنا بالموضوع فإن تدفق الإلكترونات في هذا الفارع بالإضافة إلى تدفق الإلكترونات في هذا الفارع ليس كذلك ثم أتعود للتلتقي هنا إذا فكرنا بها بهذه الطريقة والآن سنعود لما هو متعارف عليه هذه هي I1 ويوجد هنا إلكترونات تتضفق بمعدل معين هذا هو الطيار هنا سيتفرع نصفه يذهب هنا ونصفه الآخر يذهب هناك كانت المقاومات متساوية فإن هذا يعني أن كل من هذه الفروع لديها نفس القدرات فإذا كانوا متساويين فإن التيار سيسري بهذا الاتجاه إذا كانت شحنات الموجبة إذا كانت شحنات الموجبة على الرغم من أنها ليست شحنات موجبة بل الإلكترونات ولكن إذا قلت أن عدم وجود الإلكترونات يمكن أن يتدفق بتساوي وبسهولة بين الطرفين حيث كلا المقاومتين نفس الشيء يمكن تخيل أن التيار أو التدفق سينقسم إلى قسمين ثم سيتلقيان وعندها نقول أن التيار هنا سيكون أيضاً I1 لنتعرف ما هو التيار المتدفق هنا لنفرض أن هذا هو I2 وهذا I3 لذا أعتقد أن هذا منطقي ويمكن تخيله كأنبوب ما أو أي شيء حيث أن الطيار الذي يدخل إلى الفرع يدخل إلى الفرع سيساوي الطيار الخارج من إذن I1 تساوي I1 زائد I2 أو يمكن التفكير بهذا كتيار يدخل I2 ويصبح هذا تيار I1 في ثانية معينة لنفرض أن هذا خمسة كولوم في الثانية أنا فقط أخترع هذه الأرقام وهذا ستة كولوم في الثانية هنا لدينا خمسة كولوم في الثانية إذن خمسة كولوم قادمة من هذا الفرع وستة كولوم من هذا الفرع إذن سيكون لدينا I1 في الثانية تخرج عندما يندمجان إذن سيكون I1 أتمنى أن هذا منطقياً حيث أن هذا التيار يساوي مجموعة هذا التيار وهذا التيار وذلك التيار الآن ماذا نعلم أيضاً؟ نعلم أيضاً أن فرق الجهد خلال هذا الموصل المثالي هو ثابت لذا فرق الجهد لنرسم هذا لنستخدم لون آخر إذن على سبيل المثال فرق الجهد في أي مكان على المنطقة سأضعها باللون الأزرق ستكون نفس الشيء لأن هذا السلك لأن هذا السلك هو مثالي ويظهر هذا باللون الأزرق كامتداد للطرف الموجب من البطارية ونفس الشيء لنستخدم اللون الأصفر سنرسم هذا السلك كامتداد للطرف السالب من البطارية هذا امتداد للطرف السالب من البطارية حسناً إذن فرق الجهد بين هنا وهنا فرق الجهد لنسمي هذا بفرق الجهد الكلي أو لنسميه فقط فرق الجهد فرق الجهد بين هذه النقطة وهذه النقطة ونفسه الفرق في الجهد بين هذه النقطة وهذه النقطة وهو نفس فرق الجهد بين هذه النقطة وهذه النقطة إذن ماذا يمكن أن نقول ما هو التيار الكلي في هذا النظام إذا أظهرنا هذا كصندوق أسود وهذه هي المقاومة الكلية ماذا سيكون التيار الكلي؟ هو فرق الجهد الكلي مقسوم على أن نسمي هذه المقاومة الكلية دعونا نقول أننا لم نرى هذا إنها فقط المقاومة الكلية وهذه تساوي التيار المتضفق في R1 وهو عبارة عن I1 هذا هو واحد هنا هذا طيار واحد ما هو الطيار I1 حسنا؟ ما هي الفلتية في هذه المقاومة؟ مقسومة على المقاومة أليس كذلك؟ وهذا هو قانون أوم V تساوي I R طريقة أخرى للتعبير عنه V على R تساوي I إذن I1 تساوي فرق الجهد في هذه المقاومة وذكرنا أن هذه الفلتية الفلتية هنا فرق الجهد هنا نفس فرق الجهد هنا وفرق الجهد هنا نفس فرق الجهد هناك وفرق الجهد في هذه المقاومة هو V إذن التيار في هذه المقاومة هو V على R1 ونفس الشيء ما هي I2؟ I2 I2 هو هذا التيار ما هو الجهد في هذه المقاومة؟ حسنا، هذه V وهذا نفس الجهد في هذه الأداء أو المقاومة حسب قانون أوم فإن V زائد V على R2 حسنا، بما أن ترفي المعادلة يمكننا قسمتها على V فنحصل على 1 على RT في المقاومة الكلية تساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 ويمكن أن تفعل نفس الشيء إذا كان لدينا R3 لنفرض أن لدينا أداء أخرى أو مقاومة أخرى نسميها R3 نستخدم نفس البرهان لـ 1 على R3 مثلاً 10 مقاومات نفعل نفس الشيء 1 على 10 وإذا كان لدينا Rn فإنه 1 على Rn إلى آخره لنرى إذا كان بالإمكان استخدام المعلومات هذه لحل هذه المسألة هنا دائماً أسهل حل المسألة من تفسير النظرية حول هذه المسألة سترى أن معظم المسائل في هذه الدوائر الكهربائية هم مسائل رياضية لنفرض أن لدينا بطارية وهي 16 فولت هذا القطب الموجب وهذا القطب السالب وهذه تساوي 16 فولت فقط للتوضيح ليس من الضروري رسم الدوائر بنفس الشكل دائماً مع أنه جيد إذا كنت ترسم دوائر معقدة لنرسم هذه الدائرة بهذا الشكل سأرسم الدائرة هكذا ثم هذه المقاومة الأولى وهذه المقاومة الثانية بهذا الشكل العشوائي وهذا مربوط بهذا الشكل ثم يعود بهذا الشكل هذا الشيء الغريب الذي رسمته الذي لن تراه في أي كتاب لأن معظم الناس أكثر منطقية مني وهو نفس الشيء لك حتى تستطيع أن ترى الطب غرفية ونفس الدائرة التي رسمتها في المرة السابقة الآن لنعين الأرقام لنفرض أن هذه المقاومة هي 20 أوم تساوي 20 أوم 20 أوم وهذه المقاومة هي 5 أوم 5 أوم حسناً ما أريد معرفته هو التيار خلال هذه الدائرة أولاً يجب معرفة ما هي المقاومة المكافئة ومن ثم نستخدم قانون أوم لمعرفة ما هو التيار إذاً نريد معرفة التيار والمتعارف عليه أن التيار يسير من الطرف الموجب إلى السالب حسناً كيف نجد المقاومة المكافئة؟ حسناً لقد أثبت لك أن المقاومة الكلية 1 على المقاومة الكلية يساوي 1 على 20 زائد 1 على 5 إذاً 1 على المقاومة الكلية سيساوي 1 على 20 حسناً لنضعها بصورة كسر لنواحد المقامات 1 زائد هذه ستكون 4 إذاً 1 على المقاومة الكلية يساوي 5 على 20 وهذا سيساوي 1 على 4 إذاً إذا كان 1 على 4 فإن R ستساوي 4 R ستساوي 4 أوم إذاً يمكن إعادة الرسم هذا مرة أخرى هكذا بهذا الشكل هذه البطارية هذا القطب الموجب وهذا السالب وهذه المقاومة سنعيد الرسم إذاً حيث هذه المقاومة هي 4 أوم والجهد هو 16 فولت يمكن القول أن كل هذا هنا هو عبارة عن 4 أوم حسناً لدينا 16 فولت هو فرق الجهد والتيار يسير في هذا الاتجاه لكن هذا ليس ما تقوم به الإلكترونات والمقاومة هي 4 أوم ما هو التيار؟ V تساوي IR حسب قانون أوم فرق الجهد هو 16 فولت وهذا يساوي التيار ضرب 4 أوم والتيار يساوي التيار يساوي 16 على 4 وهذا سيساوي 4 أمبير والآن لنقوم بشيء مهم لنرى ما هو التيار المتضفق ما هو التيار المتضفق ما هو هذا ما هو التيار I1 وما هو التيار I2 حسناً نعلم أن فرق الجهد من هنا إلى هنا هو 16 فولت لأن هذا الشيء هو في الأساس نفس الجهد وهذا أيضاً هنا نفس الجهد إذن الجهد يساوي 16 فولت 16 على 20 إذن I1 يساوي 16 على 20 I1 تساوي 16 على 20 وهذا يساوي 4 على 5 وهذا تقريباً 0.8 بالعشرة ونفس الشيء ما هو التيار المتضفق هنا I2 لنغير اللون حتى لا تتشوج سأستخدم الأصفر اللامع إذن التيار يتضفق هنا وفرق الجهد من هنا إلى هنا فرق الجهد من هنا إلى هنا أيضاً هو 16 فولت إذن التيار سيكون I2 وسيساوي 16 على 5 وهذا تقريباً 3 و 5 أمس إذن معظم التيار يتضفق هنا وهذا منطقياً لأن المقاومة أقل هنا ليس كذلك وهذا قد يعطيك حسبديه لما يحدث وتيار أقل يتضفق هنا إذن I1 I1 يساوي 0.8 أمبير I2 يساوي 3.2 أمبير وهذا منطقياً عندما تضيف هذين التيارين حيث 3.2 التيار الذي يسير هنا و 0.8 أطيار الذي يسير هناك وعندما يندمجان يصبح لدينا 4 أمبير على أمل أنني أعطيتك فكرة عن ما يحصل عند وضع مقاومات على التوازي أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء